في قوله سبحانه ما كان محمد أبى أحد من رجالكم هل هذه الآية دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يكون أبا لأحد من الرجال أبدا له أولاد عليه الصلاة والسلام فهو أبو لأولاده لكنه ليس أبا لغير أولاده وأن رد عليه يقولون أن زيد بن حارثة ابن الرسول يدعونه ابن الرسول وهو إنما هو مولى مولى للرسول عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم خادم للرسول نعم